هذا مقاطع فيديو صغير وبسيط بيوضح فيه نجاح عملية تنصيب برنامج سيري على ايفون 4 العادي مال 4S فينا اول شي نشوف مواصفات الجهاز نتأكد ان المعلومات هاي طبعا هذا هو جهازين موديل ايفون 4 الاصدار 5.1.1 الاسم جهاز اكس بي ايفون معمول جل بريك بالتأكيد سي بيو متل ما شايفين المامور ستيت حالة الزاكرة عندي الماك ادريس تبع الجهاز الاي بي شركة زين المساحة عندي 14 جيجا فالفري واليوزد السي بيو ابل ايفور معالج سرعة 800 ميجا هرتز الحجم الشاشة الابعاد تبع الشاشة يعني بشكل عام البطارية 3.5 بشكل عام هو ايفون 4 العادي وليس الايفون 4 اس بعد ما خلصت الخطوات اللي انا شارحها بالنص اسفل ما قطع الفيديو بدخل على الاعدادات بدخل على عام فحلائي عندي سيري طبعا هاي سيري بيكون عندي معطل بالاول بيكون معطل انا بعمله تمكين سيتم زادة معلومات سيري التي كانت ترد على طلبات من خوالم ابل ان كنت تريد استخدام سيري في وقت لاحق سيستغرق وقت لاعادة ارسال المعلومات اخد معي حوالي التلت ساعة على محمل البيانات اول مرة بعدين بنختار اللغة اللي انا بديهاها طبعا ما بيدعم اللغة العربية انجليش حسرا معلوماتي ورفع النطق اللي هو اي شي بتكتبه او اعفون اي شي بتحكيه مع سيري بتم رفعه على سيرفرات الشركة حتى يستفاد منه الاشخاص التانين بعد ما تأكدنا من اصدار الجهاز وتأكدنا من المعلومات اللي موجودة بالاعدادات طبعا هي المفروض ما تكون موجود هايك شي بالسيري منشوف البرنامج على أرض الواقع ضع أصوات مع بعض إن شاء الله تكونوا استفدتوا وإن شاء الله يكون عندكم الصبر اللازم لأنه تصبروا حتى يتفعل معكم البرنامج بسبب الضغط على السيرفر تبع الشركة فما فورا بتم تشغيل المقطع البرنامج تبع الشركة